أما تكوني جميلة في أغاني حتى أمريكاني كتير تلقي ممكن رجالة كتير مهتمية بيك أيوة إزاي بتعرفي تميزي بين الراجل اللي مهتم بيكي حقيقي ولا للهالة للهالة يعني يا سمين صبري برضو فأحب مثلا وهي أن أنا أكون لطيف معاها أتقرب لها أو حد فعلا صادق المعيار إيه الميزان بيبقى إزاي شوف أول حاجة مبدئيا الشكل هو ده شكل هو شكل ياسمين إذا حب الشيء اللي بره هو حب جزء من ياسمين مش عيب يعني مغلطش الراجل محبش رانية يعني يعني يا ياسمين أنا برضو ياسمين الشيء اللي بيلمع بيجذب ناس كتير قوي 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 أو دي حقيقة فعلا ولكن الوقت وشعور الست هو اللي بيأكد لها الشخص ده حقيقي ولا لأ الاتنين دول عمرهم ما يجذبوا أولا الحدث صحيح الحدث مزبوط مية في المية كل ست جواها زي السنسر أيوة كل ست يا جماعة من السعيد من الدلتة من الهند من السند مخلوقين كده إحنا عندنا سنسر هي عايز تضحك على نفسها ده بمزاجها لا بس دايما يقولك إن مؤشر الست ده مش صح عاطفية قوي فا ما بتخدش أهو ده لسه قلته لك إيه هي تضحك على نفسها هي حرة بمزاجها هي بس هي بتبقى عارفة هي بلعت الحكاية أنا عايز أصدق كذا عشان مضوع على مزاجي بس بتبقى ديب داون من جوه أو عارفة الحقيقة عارفة الرجل ده عايز مني حاجة جد عارفة الرجل ده مثلا منباهر بيا من برا بتبقى عارفة بتبقى عارفة ده صادق دلوقتي ده كذا في نفس القعدة الكلام أنا ستة هو وعندي نفس المونتور أكيد الاستوانات زيقتي منها يعني خلاص فهمتي أي حد بيبتدي يتكلم معاك هو رايح فيني لأنه جميلة وحلوة والله على كذا يعني أكيد بتقدري زي ما بتقول إيه تميزي أو يعني شوف حقول لحضرتك حاجة يا أستاذ عمر ممكن يعني ما تتوقعهاش مش كل الناس بتقدر تيجي تكلمني مش كل الناس بتقدر تيجي تكلمني طبعا طبعا حال بيقول لك يعني إيه أنا مش أداها لا أنا مش أداها يا رابيط كتير كتير بيخافه يقول لك أنا هعمل إيه هقدم لها إيه عامل إيه أنا هي نايصها إيه هخش عليها إزاي هو نفسه يبتدي يتهز وأول ما الراجل يعد يفكر خمسمائة مرة كده هو نفسه بيتوه وسقطه في نفسه بتنزل لا لا ما أعجزة في رجالة عندها ثقة جنده أوي طبعا ما هيش أي حاجة خالص وأن أقرب من أي حد وكفاءة أما ليه بس على فكرة بس على فكرة لبعض الرجال ده ممكن يبقى تحدي صح أن أنت out of my league طب خلاص بس ده يخليني لا عند التحدي لا بل غريزة الصيد والقنص طبعا 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 حقول لك حاجة لما الموضوع بيقل بتحدي والست تكون أصعب الراجل فعلا بينتهي بالمطاف أنه حبها فعلا وانا تحب دي حقيقة أنا مش مش وانا تحب انا تحب جدا دي حقيقة الصراحة أنا أسف أن أنا بقول كده بس أنا إنسان واقعية وما أحبش أمثل مش عايز أمثل على الناس ممكن أن أمثل في الستوديو بس ما أمثلش في الحقيقة في ستة عارفة إمكانية تأثيرها تفتكري في كم ستة تقدر تقول الكلمة دي بهدوء كده أنا أتحب أنا أتحب أو عن رأي ستة شرين أنا كتير لا أنا مش كتير لا دي مش حلوة طبعا شرين حبيبتنا نبعت لها أحسن تحية وإن شاء الله تكون بقى في خير طبعا بس فكرة أنا كتير مش حلوة لا بس أنا أتحب أنا أتحب يعني لو تعبان جاي عايز تعبان سنيك آه عارف سنيك آه وهيخطط لي مع المعامل هتحب هو اللي هيوقع كل شره ويحبك هو اللي هيوقع نفسه كان يعني عارف من حفر حفرة لأخيه وقع فيه بس كأنه أنا بقى حيا مش عارف إيه وتلاقي نفسه حبه ليه أنا بقول أنا أتحب مش عشان والله الشكل برضو الخريجي بس هو ده اللي لقينا عليه طبيعي مش عايز لنا قد نتكلم عليه كتير بس أنا بتكلمش عنه كتير أنا بتكلم بشكل عاية على الحياة أو الواقع بس ليه بقى بقول كده لإني في الواقع وفي الحقيقة بسيطة هدية أنا بنت بلد أنا مش سبور إطلاقا يعني إيه سبور أنا مش سبور ماشي يعني بقيا كان بقى الطريقة اللي تتفهم نهائي عمرك ما حتشوفني في أفتر بورتي حفلة عمرك أما بتشوفكيش لا في الحفلات ولا في الساحل ولا في ليس كنت بتقولي كده في بداية الكلام إحنا بنشوفك في الصور بس مش بنشوفك في الحقيقة فأنت محافظة ولا ولا سبور إزاي إذا كان أنا بقولك أنا مش سبور أنا محافظة محافظة طبعا طبعا وأفتخر لأنه ده كل يوم بيبقى أندر يعني نادر كل شوية الميزة دي تبقى نادرة أو تلاقيها في في ست وخصوصا في الدومين بتاعك ممكن ما يبقاش كتير برضه يعني في المكان اللي أنت بتشتغلي فيه أو مش بس كده الإمكانيات اللي عندي محافظة جدا وأفتخر ويمكن اللي يخلاني كده أن جدتي ستة كبيرة ربتني في بيت اللي هو البيوت عارف البيوت اللي هي فيها فيها أصالة يعني في صالة في عبد الحليم في كحكة أعملوا مع جدتي كل سنة نقرش أنا اللي ودي الفرن نعم تخد بتشيل الصج أيوة بتشيل الصج واكله على اللي السلم وانا رجع والله هي كنت بتشيل الصج أو الله وتقول للراجل وتروح للفرن أيوة وأروح للفرن وتقول لي إيه راجل ابن اللزينة شوفي غش في الكحك أقول لها آه وأنا اللي كلته أكلت منه مساء اتنين من الصف معانا صورتها الله يرحمها الله يرحمها حبيبتي الله يرحمها لأ كتست قوية زاكية ليها بصمة عندك طبعا لأ بجد حقيقي طبعا يعني الله يرحمها إن شاء الله في مكان أجمل بإذن الله آه طبعا فده اللي خلاني أقول لك إيه أي رجل ييجي حيحب أي رجل ييجي حيحبك إلا لو الشيطان بجد إبليس الشيطان الشيطان بس إنسانية يعني لا يعني الشيطان هو اللي هو سيء للآخر أو جاي يضرك يعني أو مية في المية سيء أصلا ما فيش إنسان مية في المية سيء بس أنت لاعندي كيش جاي ستات غريزة للانتقام والحاجات اللطيفة دي أبدا خالص يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ازي ما كنت بقولك في الاول انا عنيش اي اعداء اصلا ازاي يعني ملكيش اعداء اي انا عيش ازاي طب ده الواحد لازم معامش في اعداء كده عشان يعيش لا والله الحمد لله ما عنديش ولا صادقات كتير في نفس الوقت عندي كم صديقة يعني اتنين اتنين اول عن اخر ايوه القريبين من الجنس اللطيف يعني مفيش صديق رجل لا لا مفيش لا صعبة دي ليه لانه ممكن الراجل برضو يا ياسمين ممكن يا حبيبتي ينسحني نصيحة يسمعك برضو يديك نصيحة نصايح الستات دايما كلها عواجف وممكن تكون صاحبتك اكتر واحدة بتكرهك لا يا عوز بالله لا دي امر لا هقولك صعب اوي يكون صديقي رجل وهي ما حصلتش لانه افتكري يحصل تكوين مشاعب بتلاقي الولد كوين لك مشاعب الموضوع يقلب اما ما نفعش رجل وستة بابنه صداقة انا نموذك بتاعي ما يجيش معاك يا لا لا عشان انت تتحبي هيتطر يحبك لا مش عشان كده بس بس يعني الكمبينيشن ما هيبتكون غريب يعني وبعدين انا شخصية زي لو معاه صديق طول الوقت هيفتكروه حاجة اكتر من كده قالها وطلعت في صورة فيها راجل طبعا وانت بقى عامل دخوي او بتاع طبعا حاجة مهمة وياخد بها اكبر لا 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 انت برضو حياتك عليها قيود كتير يعني طبعا بس انا قدها ليه بقى انا قدها لان انا جاية من بيئة من هذه القيود طبعا مش متضايقة مش تعبين مش حاسة اني متأذين امش محرومة من حاجة لا الله ينور عليك مش حاجة نفسي اعملها ولا حاجة نفسي اشربها ولا حاجة نفسي اكون فيها يعني اطلاق معنيش ميول دي مش حاسة اني فيتني حاجة مش حاسة ان انا الشهرة مخلياني الشهرة ممكن مخلياني بقى حاجات بسيطة تانية بقى اللي هي ايه انا مثلا بحب اروح ببحري ااكل سمك بحري ااكل سمك اه ايه نوع السمك اللي بتحبيه بص اي حاجة ماشية في البحر بكل لو مركب لا مركب لا بس بجد اي حو اي مخلوقات بحرية كشريات جنبريات استكوزات واقب 111 كل حاجة حقيقي اللي بالنيب اللمون اللي مش عارف ايه يعني انا الناس لما بتقب معايا مثلا وانا باكل سمك بالقواقع وكي بيستغربوا اي حاجة وكل حاجة وبايدك بقى وكده طبعا 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 في ساعات بتطر بقى لو انا بحاجة اه طبعا انا افكرت ايه بس وانا في بحري مش عام كده في بحري وبنحبوه بالزبط على الامة بنستنوه اما ليه بالزبط فالشهرة بقى هنا بتقيدني في ايه مش في الحاجة اللي هي زي ما قلت لحضرتك انا نفسي اشرب حاجة ولا نفسي اكون في حاجة اطلاقا لا الشهرة بتقيدني بقى ان انا مثلا عايزة اروح في بحري اكل سمك كده منهر ما يبقى فيه موضوع يعني صعب لا خلاص دخلتي خلاص السيلفيهات عتشتغلك اه طب لا بحري كلها بيقولوا البعض وبعدين الزباط بيقولوا البعض باللاسلكي من حتة لحتة لحتة الزباط بيقولوا البعض اه طبعا انا بنت بلدهم يعني انا كأني انت اخر مرة فعلا بالعربية عملت مشكلة امتى لما دخلت اسكندرية انا قريت الخبر ده من سنوية تقريب اه مش فاكرة بس بتحصل بتحصل فبالزبط وتبقى دايما عندك اكزت ودايما لازم ابعاك ناس كتير وحشي حواليك عشان ما تسيبش فرصة اي مش عارف ايه زي ما قلت لحدوتك انا بنتهم بالنسبة لهم الاسكندرانية يعني مش اسكندرانية دول شعب جميل الحمد لله انا دايما كان نفسي عايش في اسكندرية جميلة فعلا وزعلان جدا انه هو تاريخيا العاصمة اتنقلت من اسكندرية للقاهرة تخيالي لو مدينة الانتاج ديت على البحر اسكندرية اوه نخلص كده البرنامج ونطلع ناكو نرز بلبن بحطة قشطة كبيرة كده او نشرب شوية تخرب اوه اوه لأ انت عارف حتى الناس اللي على السواحل بتبقى عصابهم قهد عن اللي عايشين في المدينة اه طبعا اه الحقيقة البحر ريلاكسين جدا فالشغرة بس عمليك للحيطة دي انا دايما كنت اسأل هي كرداشين بتشتغل ايه انتريبنر يعني بزنس وومن والله طبعا احنا عناقض نسأل السؤال ده والستة دخلة في الاتنين مليار يعني عناقض نسأل كيم كرداشين بتشتغل ايه وهي خلاص بتعمل المليارة التانية ايه يعني هي مش ممثلة هي مش مغنية هي مش هي كرداشين لا هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي هي بتعمله يعني ايه هي المقياس هي المسطرة ده حقيق ده هي السكيل هي الميزان هي عمد كيه دي الموضة هي عمد كيه ده الجمال انت متخيل يعني شايفاء نموذج ليك حلو في الحياة؟ لا لا شايفاء عرفت تستخدم مشاكلها صح وانت عرفت تعملي بيزنس لغاية دلوقتي؟ انا عندي شركة بتاعتي بتاعت الكوزماتيكس يعني ميكوب هتنزل السنة الجايه في الاسواء ان شاء الله اه حيبه فيه براند براند باسمك باسمك حيب اسمه ياسمين ولا صابري؟ لا اسمه POSE 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 بالظبس Buy Yasmine صابري وحتنتجي كل حاجة شادو روج كل آيلاينر كل وحتجبي مين يبقى الموضة بتاعا هاشوف بقى سعيطان هاشوف حد كويس مين حلوة تاني؟ ازاي؟ بتشوفي ممثلة حلوة عربية؟ كتير والله كتير كتير ايه عايز تقول ايه؟ ليه بيقولوا انك شابها جورجينا؟ يمكن عشان نفس ألوانها الروح المنظر كده شوية اللون الجلد صديقة رونالدو ايه فهما اه بالزبط يمكن عشان كده؟ هل ساعات بيحطوا السورتينجا ببعض ان ممكن تبقى عاملة شعرك بنفس الطريقة لفسها نفس الفستان هل بيوصل للمحالة دي ولا دي صدفة؟ هقول لك حاجة وليه ليه؟ من الآخر اه بصراحة على طول بصراحة والله من ساعة ما عدت على كنابة دي انا حاسس والله عشان كده هل برتاح لي كلها؟ احنا عندنا بس مشكلة كعرب ان احنا بنمجد قوي في الشيء الاجنبي ايوة والعربي ده نشوفه هو هو اللي بيقى هو الساكند جريد هو بي دول ايه؟ واحنا بي دول وان واحنا تو دي مشكلة ثقافية عمرك ما تبقيتو يا هاسمين ما تقوليش على نفسك تو الله يخليك انت وان دايما الله يخليك فدي ثقافة مبدئيا فده بيعمل موجة من خلي بالك في حاجة اسمها ايه؟ الوعي الجماعي يعني عشرة يقول وعشرين يقول ويبقى رائعان لان جورجينا هي احسن حاجة او انت اللي بتعمل نفس انت اللي بتعمل جورجينا بالضبط وانت تبعت في حالك فامان الله انا ما غيرت الشعري انا عمالي ما بلعبت في شكل ولا وش ولا باسبخ شعري ولا بعمل ايه خالص ولا بتعمل ايه حاجة في وشك لا ولما عملت حاجة في وشك ببوزت نفسي وروح تعمل حاجة دي اضفتي ثم حزفتي اه انا من الناس اللي لو غيرت حاجة في نفسي ببقى وحش صراحة يعني الحقيقة لو حصلت اللي حاجات دي موجودة على التلفزيون مش مش بنقول سر يعني فموضوع جورجينا ده لما انت بتحكي فيه زي ما بقولك كده بالضبط هي الالوان او متشابهة وبس هي ثقافة الاجنبي والعربي ده اكيد هو المضروب بس ولكن مش معنى كده انها حقيقة انا انت بالنسبة لنا اهم من جورجينا مئة مرة من جورجينا دي لا مش قصدي كده كمان يعني قصدي انا جات فترة برضو كانوا بيقولوا ان انا بقلت كم اه كرداشن في بدايتي اه بتقلت كم كرداشن مش عالفة بقى بس انا عايز اقولك على حاجة انت برضو فيك ملامح مش الشكل يعني الكارير التفكير من كرداشن الطموح البزنس اللي علاقة بالفن بس هي عمرها ما كانت فنانة انا عمري حتى عمري ما كنت فنانة لا شوف شوف انا زي ما قلت لك هي بتمسك اي حاجة تخليها ده عشان هي براند الوحدة بقول ولكن ده نموذج سيء ده نموذج سيء جدا مش عايزين نحطه للناس كأنه حاجة اه اتشيفمنت ده مش انجاز انا بشوف كتير من اخواتها احلى منها ما هي ليها اخت اصغر هي برضو اقوى منها بصراحة لطيفة اوي برضو اه هما سبحان الله الجيناتهم جميلة جدا هما جمال جدا بس زي ما بقول لحضرتك وللناس ده نموذج مش حل الفلوس ممكن يا جماعة تتعامل بخمسمائة مليون طريقة المهم تبقى الطريقة مشرفة اللي الواحد لما يجبر ما يندمش على حاجة ابدا بالعكس كون فخور باللي عمل وباللي انجزه هي مش مش تلم يعني لانه فيه تمن بيتدفع نفسيا في السمعة في مظهرك في امتك في كيانك وتمنه غالي اوي ما فيش اي فلوس تقدر تعوضه نفسي عمل معاك حلقات كتيرة تانية ونتكلم بقى بعمق في حاجات افكار ليكي وحاجات انت مهتمية بيها للناس كتير دلوقتي كاتبين في الترند انهم عايزين يسمعوا اكتر في حياة نتكلم على الطاقة الايجابية نتكلم في اليوجا نتكلم في البني ادم ازاي يتطور نتكلم في الفلوس في حياة كتيرة بس كان فرصة انه النهاردة فعلا اقدر اوري الناس الترانزيشن التغيير التطور ودي كانت حاجة مهمة جدا ومسعب بيها جدا مرسي انا سعيد جدا كنت معانا احنا الانترفيو اكتر من ساعة دلوقتي والناس يمكن محسيتش بيه بس انا مبسوط جدا كنت معانا وانا كمان والله وشكرا ليك ومبسوطين ان انت موجودة في الحكاية وانا كمان ولازم تكرريها كتير اكيد طبعا باذن الله تزورينا شكرا على استدفتك او مرة خديني معاك في بحر ناكل سمن عناية بس كده يا اقولي عناية دي تاني كده عناية عناية بشكرك وتحياتي ليك والعلدك والأهل اسكندريا كله شكرا لي بشكرك